هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب طبعا في هذا المقطع مقطع يعني جدا جدا بسيط وفكرة جدا بسيطة اني راح اوريكم كيف تساون ملابس فخمة في لعبة Red Dead Redemption 2 فاذا والله عجبتكم السلسلة وتبغوني استمر فاكتبولي في خانة التعليقات او اني اذا شفت دعم جدا جدا قوي فان شاء الله راح استمر في هذه السلسلة ونزل لكم مجموعة من ملابس الفخمة بالنسبة للبسنا اليوم راح يكون اللبس اسود في اسود كثير من الناس يعني يودون منهم ياخذون اللبس اسود في اسود لكن يعني ما هم حصلين او مم قادرين يطاقمون على بعض فان شاء الله في هذا المقطع راح اوريكم كيف تجيب لبس اسود في اسود طبعا اول شي راح تروح عند خزانة الملابس اللي في المخيم راح تروح عنده هو الكوتس وتأكد انك حاط ولا كوتس يعني no كوتس وايضا نشيل الفست وخليه no fist بعدها راح نتوجه لمحل الملابس عشان ناخذ لنا ملابس لما توصل عند محل الملابس او الجنرال ستور كل اللي عليك انك تروح عند البائع ومن هذه القائمة راح تختار اللي هو الكوتس وبعدها راح تظهر لنا ايش الاشياء اللي نقدر نلبسها لشخصيتنا اول شي راح نروح عنده هو الهاتس او الطاقيات راح نضغط اكس على اي طاقية بعدها مربع عشان تظهر لنا جميع الطاقيات بعدها راح نختار هذه الطاقية والطاقية الثالثة او القبعة الثالثة زي ما تشوفون في الجيم بلاي واختاروا ايضا هذا اللون الاسود بعدها راح نضغط دائرة مرتين عشان نرجع لهذه القائمة مرة اخرى من هذه القائمة اختار خيار الشيرتس او الخيار الرابع بعدها راح نضغط اكس على اي شيرتس بعدها راح نضغط مربع عشان نطلع لنا كل الشيرتات بعدها راح نختار اللي هو الخيار الخامس زي ما تشوفون في الجيم بلاي وايضا اختار لونها اسود بعدها راح نضغط دائرة مرتين راح نروح عنده هو البانتس او الجنزات او السراويل بعدها راح نختار اللي هو Everyday Bands هو اسمه زي كده Everyday Bands زي ما تشفون في الجيم بلاي هذا راح نضغط عليه X بعدها راح نختار هذا اللون الأسود وراح يكون هذا ببنطة لوننا الآن راح نروح عند خيار الأكسي سيريز أو الغلوفز زي كده راح نختار اللي هو الغلوفز اللي بدون أصابيع أو تكون أصابيع فيه له ظهرة هذا هو زي ما تشفون في الجيم بلاي وراح نختار اللون الأسود طبعا بعدها راح نضغط دائرة راح نرجع مرة ثاني لنفس القائمة حقنا بعدها راح نضغط R1 عشان نوصل هنا وتأكد انك تاخذ نفس الحزام هذا حق الكابوي راح تاخذ لك لون أسود يعني انت مخير في منحة الحزام هذا اختار أي واحد لكن أهم شي انه يكون لونه أسود أيضا راح نختار اللي هو زبرقة للجزمة راح تكون هذه زي ما تشفون في الجيم بلاي راح تختار لونها بني زي ما تشوفون أيضا راح نختار هذه ونختار لونها بني تمام الآن كل اللي عليك انك تضغط R1 عشان تطلع لنا هذه الزبرقة حق الجزم أو من مشهورة عند الكابوي راح نختار اللي هو الخيار الثالث من تحت زي ما تشوفون في الجيم بلاي الآن طبعا حاول بقدر الامكان انك تختار نفس اللون حقي اللي هو اللون البني عشان يمشي مع الزبرقة حق الجزمة طيب بالنسبة للجزمة راح تكون آخر جزمة من الدفتر زي ما تشوفون في الجيم بلاي راح يكون سعرها 29 دولار خذ اللون الأسود منها عشان تناسب لبسنا قبل ما ننهي المقطع روح عند اللي هو المراية اللي في المحل راح تضغط مثل الضغط بعدها راح تضغط مربع أو اللي هو المودفاي عشان تعدل تعديلات بسيطة على اللبس روح عند الخيار رقم اثنين اللي هو الشيرت سيلفيز وتأكد انها رولت عشان يكون اللي هو اللين يعني ما يكون الشيرت كامل يكون نصف زي ما تشوفون في الجيم بلاي الآن يكون شكله أحلى وأفخم طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة هو لبس جدا جدا بسيط لكن إذا تبونا نستمر والله يبشروا من عيوني أكتبولي في خانة التعليقات أو إذا شوفت دعم كويس على طول راح استمر في هذه السلسلة يلا سلام عليكم حط لايك يجي كده يلا سلام عليكم والأخرى